يا ترى عرفتم الآية القرآنية اللي فيها إن إصارة الفتن في المجتمع أشد عند الله عز وجل وأعظم عند الله عز وجل من عبادة الأصنام عبادة الأصنام ده شيء باشع طبعا يعني زي ما قال القرآن وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدى تكادوا السماوات وتفطرن منه وتنشقوا الأرض وتخروا الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولده يعني موضوع ما هو السهل ورغم كده القرآن الكريم اعتبر إن إشاعة المشاكل داخل المجتمع أو حدوث بلبلة في استقرار المجتمع أخطر عند الله من عبادة الأصنام في المجتمع معين كده هما مرفوض طبعا عشان ما حدش يقول لي يفتكر إن ده أحسن ومشأه لا إيه الدليل من القرآن الدليل قصة قوم موسى لما عبدوا العجل انت ناس الموقف ده سيدنا موسى لما ترك قومه وذهب لاستقبال وحي الله تبارك وتعالى في الفترة دي استخلف عليهم من سيدنا هارون أخوه وهو نبي كريم عليه السلام الله سيدنا هارون وجد إنه في فتنة حصلت في القوم بني إسرائيل وعبدوا العجل بقيادة السامري وحدث ما حدث بدون دخول في تفاصيل القصة المهم اللي حصل في الواقع دي أو في الحادثة دي إنه سيدنا هارون عليه السلام نصحهم وقال لهم وإن ربكم الرحمن فأتقوا أطيعوا قولي فما في فايدة قوم موسى ما سمعوش كلام هارون وسيدنا هارون لا إنه مزيد من الكلام حيقول المزيد من الكلام أو يتصرف تصرف عنيف حيودي إلى انقسام المجتمع وإلى فتنة في المجتمع ودوة يضرب دوة يجتم دوة يتخانق مع دوة يجري ودوة يجيب السنجة والسكينة ويجري ورداء والكلام اللي انت فاهمه ده زي اللي حصل في خناءة عندنا في حي من الأحياء سيدنا هارون عمل ايه التزم موقعه والتزم الصبر حتى رجع موسى عليه السلام سيدنا موسى شاف الموقف وانت عارف سيدنا موسى عمل ايه وقوة موسى في الحق عليه السلام كسر الألواح وضرب أخوه هارون واخذ برأس أخيه يجره إليه أخذ برأسي أخيه ديت بقى تشمل كل شيء تشمل الصفع وتشمل الضرب ما تقدرش تخصص حاجة يعني تشمل كل حاجة عملها في وشة أخوه من الضرب أو من صفع أو شوف واخذ بالرأس وقال لك ايه حتى سيدنا هارون بقول له قال ابناء أم لا تأخذ بليحياتي ولا برأسي يعني ما انت عملت ليه كده قاله سيدنا هارون بيقول له إني خشيته اسمع ويتأمل هذا المعنى إني خشيته أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إني خشيته أن تقول فرقت يعني يا هارون أنت فرقت بين بني إسرائيل فرقت دي إزاي يبقى إذا كانت رسالة موسى كانت إيه اللي ننبع عليها هارون المبدأ إلى أول اوعى الناس تنفصل اوعى الناس تتحذب اوعى الناس يبقوا أهلي وزمالك اوعى احنا مش عاوزين التفرقة مش عشان مباراة كرة قدم الناس بتضرب بعض وبتشتم بعض اوعى احنا مش عاوزين الشكل العجيب اللي هو التعاصب طبعا وجود التشجيع الرياضي شيء جميل ووجود الأندية شيء عظيم ووجود الرياضة شيء مليح إنما وجود الخناءات بالسبب الرياضة شيء قبيح شيء قميء شيء غير مقبول على الإطلاق إن الناس اللي بتعاير بعض يعني من أدفه الأمور اللي ممكن تشوفها في حياتك لما واحد بيعاير واحد بما لم يفعله يعني كإني بعايرك إن انت سمراني ترجمة نانسي قنقر